أهلا بكم على جيسر عربي قناة جيسر عربي قناة العرب في إيطاليا ونستكمل معكم الرخصة الإيطالية بالتفصيل وإحنا طبعا بنشكركم على مشاركتكم على دعمكم للقناة على تعليقاتكم ويعني أي حاجة أنتم بتعملوها للقناة بتكون يعني ثمينة جدا وأكيد بتقدر وإحنا بنتكلم عن حاجة اسمها كورسية أو لا كورسية كورسية هي الحارة المرورية طبعا الحارة المرورية احنا تكلمنا عنها من قبل وقلنا إن هي جزء من لكاريجاتا يعني هي فا بارتي دي لكاريجاتا أو هي جزء من سير مصار المركبات طبعا إحنا شرحنا لكاريجاتا في الحلقات السابقة ممكن ترجع ليها وبالتالي إن هي الكورسية هي جزء من لاسترادا لاسترادا اللي هي بتلم كل حاجة أو بتجتمل على كل حاجة الكورسية هي الحارة المرورية الحارة المرورية هي بتكون مخصصة للسير يعني صالو اونافيلة دي باكلي يعني هي بتكون مخصصة لسير خط واحد من المركبات يعني ما ينفعش بفي عندي أي حاجتين يكونوا أفيا كاتي أو يكونوا جنبا إلى جنب داخل نفس الكورسية أو داخل نفس الكورسية يعني الكورسية هي تجاه واحد للسير سنسوني وما تنفعش تكون دوبيو سنسوني شر كولاكشوني أبدا ما بين كورسية وكرسية تانية بيفصل ما بينهم بخط أبيض الخط الأبيض ده بيسمى لينيا بيانكا أو ستيشيا بيانكا للينيا بيانكا هنا لو كانت كونتينوا أو مستمرة معناها أن لا يمكن التنقل ما بين كورسية وكرسية أخرى أو حارة مرورية وحارة مرورية أخرى وإذا كان التراتيجات أو متقطع أو ديس كونتينوى بتسمح بالتنقل من كرسية لكرسية أخرى. الكرسية هم أنواع ممكن تكون كرسية ديمارتشا. كرسية ديمارتشا اللي هي المخصصة للسير الطبيعي وهي عادة يعني بتكون على يمين الطريق اللي احنا بنسير بيها بسرعة عادية يعني. وممكن تكون مخصصة لعمل حاجة اسمها سورباسو. سورباسو هو التجاوز يعني معناها نعمل غرزة نتجاوز المركبة التي أمامنا. فعادة بتكون هي التي توجد على اليسار. بنروح على الشمال نعمل الورزة أو نعمل السورباسو أو نعمل التجاوز ونرجع مرة تانية على المين بعد ما نكون تخطينا المركبة اللي أمامنا. وممكن تكون كرسية متخصصة إن احنا نعمل مثلا زفولتا. زفولتا يعني انعطاف زفولتا. نعمل زفولتا الدسترا يعني انعطاف يمينا أو زفولتا السيسترا الانعطاف يسارا. وممكن إن هي تكون مخصصة لبعض أنواع المركبات. طبعا إحنا شفنا كثير يكون مكتوب على حارة مررية معينة باللون الأصفر كلمة بوس أو تاكسي. يعني معناها أنها مخصصة للأوتوبيس أو لسير الأوتوبيس أو التاكسي. فإذن هي ممنوعة على باقي المركبات الأخرى. وممكن تكون كرسية مخصصة للدخول في الطريق السريع. التسريع والدخول في الطريق السريع. وفي هذه الحالة بتسمى كرسية دي أتشلراسيوني. أتشلراسيوني التسريع والدخول في الطريق السريع. وممكن تكون متخصصة في الخروج من الطريق السريع. التبطيء والخروج من الطريق السريع. وتسمى في هذه الحالة كرسية دي أتشلراسيوني. وهي ممكن تكون كرسية من نوع خاص. اللي هي اسمها كرسية دي أمرجنسة. وفي هذه الحالة هي ليست جزء من لك الرجالة كما ذكرنا من قبل. وهنا بتكون طبعا موجودة على الطريق السريع. وهي بتكون موجودة إحنا نتوقف عليها في حالة نكون في جواستو. يعني عطل في السيارة أو في المركبة. أو يكون في حاجة اسمها مالسري. مالسري يعني وعكة صحية سواء للصائق أو لأحد من الركاب. يبقى هنا عندنا الكرسية إي أونى بارت دي الكاريجاتا. يعني هي جزء من الكاريجاتا أو هي جزء من سير مصاري المركبات كي كونسنت. والتي تسمح لاتشيركولاتسيوني بمرور دي أونى صولة في لدي باكولي. مرور خط واحد من المركبات اللي متاعتا يعني بتكون متحددة. داستريش كونتينوى يعني بخطوط متصلة أو ديس كونتينوى أو متقطعة. إي ألا لارجاتسا وإللديها عرض منيمة. عرض يعني أقل شيء في العرض دي دوة فيرغولة أوطانتا متري. يعني اتنين متر وتمانين سنتي المعصمة دي كوترو متري. وعرض أقصى هو بيكون أربعة متري. ونى كورسية السيل بري السينسونيكو. يعني دايما بتكون اتجاه واحد للصير. طبعاً ده اللي احنا قلناه بو أسري وممكن أن تكون دي مارشة يعني للسير العادي بير لسير المركبات ودي عادة بتكون موجودة على اليمين دي سورباسو ممكن تكون للتجاوز وهنا دي استيناتا أي ذاكولي كي بوليون سورباسار مخصصاً للمركبات التي تريد عمل سورباسو أو تريد عمل تجاوز دي أتشليراسيون للتسريع والدخول على الطريق السريع بير كونسنتير حتى تسمح الينجراسو للدخول داي برأكولي الدخول للمركبات نلا كارجعة تدخول المركبات على لكارجعة أو على سير مساري المركبات دي ديتشليراسيونة إنها تكون للتبطي والخروج من الطريقة السريع بير كونسنتير حتى تسمح إيل relaxed التبطي داي برأكولي المركبات إنوشيتها دا لكارجعة تبطي المركبات في الخرض من سير مساري المركبات دي امرجنسة للطور ريقبير لصوصة دي امرجنسة وقوف التواريق إن كازو دي قواصدو في حالة العطلة أو مالسر أو الوعكة الصحية ريسيرفاتة يعني بتكون محجوزة أو مخصصة ديستيناتة اسكلوزيفامنت يعني مخصصة فقط لغير اللاتشيركولاتسيونة لمرور دي اونا بارتكولار كاتيجورية يعني لنوعية معينة دي فاكولي من المركبات إزامبيو تاكسي أو أوتوبوس سواء تاكسي أو أوتوبوس زي ما قلنا بتكون متخصصة لهم هما فقط وليس لغيرهم وممكن تكون سبيشياليزاتة يعني متخصصة ديستيناتة أو أدترميناتة مانوفرة كومة لازبولدا يعني ممكن تكون متخصصة لبعض أنواع مانوفرة اللي هي الحركات أو العمليات اللي ممكن نعملها ممكن تكون نسفولتا اللي هي اللي نعطاف سواء يمينا أو يسارا طبعا وهنا الكورسية بوصون ياسري فيتاتي أطلوني تي بي دي باكولي ممكن طبعا يكونوا ممنوعين على بعض أنواع المركبات لنتي بروبريتاريو كلمة أنتي بروبريتاريو معناها الهيئة المالكة أنتي بروبريتاريو دي لسترادة لنتي بروبريتاريو دي لسترادة الهيئة المالكة للطريق بو يمبور يمكن أن تفرد كي سوء una كورسية على أنه على حارة مرورية معينة إذا كلي المركبات يعني يمر أو يسير يعني يسير بسرعة دنيا معينة يعني أنا الهيئة المالكة للطريق بقول أن اللي ما يجيبش أقل من السرعة دي ما ينفعش يمشي على الحارة المرورية دي أنا بحدد سرعة معينة ما يقلش عنها على الحارة المرورية معينة وهنا نوني فيرو من الأسئلة الغير صحيحة كي ننبو ماي اسري أترافيرساتا دايب دوني إن هي ما ينفعش تقبر أبدا عن طريق الإيب دوني اللي هم الراجلين أو المشاهة طبعا إحنا كلمنا في كلام ده في الكاريجاتا نرجع لها مرة تانية خطوط عبور المشاهة موجودة على الكاريجاتا وبالتالي موجودة على الكورسية يعني بالتالي الناس المشاهة تعبر من عليها يعني أكيد بيعبروا من عليها يبقى هنا بتعبر عن طريق الناس مش ما تعبرش وهنا أوكي سوء una ستاسة كورسية أو على نفس الكورسية ممكن أن يمروا متجاورين جنب بعض يعني أتنين من الدراجات النارية اللي هي العالية للسرعة الحرارية أو أتنين من الدراجات البخارية اللي هي الصغيرة اللي هي منخفضة الساعة الحرارية طبعا إحنا قلنا للكورسية دايما هي اتجاه واحد للسير ما ينفعش يكونوا جنب بعض حتى لو المساحة بتسمح بذلك وحتى لو كانوا صغيرين وبكده بيكون انتهينا نفتك تو opioids إن الكورسية هي جذري من للكوريجاتا جميع أنواع للكورسية ما عادة كورسية واحدة اسمها كورسية ديمرجنسة بنفتك إن الكورسية هي أنواع اللي علي مين هي ديمارتيا اللي عالشمال بنعمل منها سورباستو في عندنا زفولتا نعمل بها انعطاوه في مين أو شمال في أتشليراستيون بنتلع بيها عالطريق السريع في ديتشليراستيون بننزل منها من عالطريق السريع وطبعاً في عندنا بتكون محجوزة لبعض المركبات زي تاكسي أو أوتوبوس وفي منها ممكن يكون الهيئة الملكة للطريق ممكن هي تفرض عليه أن يكون فيه سرعة دنيا أقل منها ما ينفعش يمر فيها طبعاً بيكون على الكرسية خطوط عبور المشاوة خطوط عبور الدرجات هي جزء من الكاريجاتها وبالتالي هي جزء من لاسترادا شكراً لكم وهي مرة تانية بطلب منكم التعليقات والمشاركات وأي أسئلة أو أي استفسارات فإحنا جاهزين إن شاء الله للربط عليها شكراً لكم